السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعدنا لكم الجديد في برنامج مهمات خاصة النهاردة ان شاء الله هيب معنا شيخون الجليل الشيخ عطية دي سوء هيتكلم معنا النهاردة عن مواضيع كتير جدا ازاي دخل بقى عالم تيك توك ودخل عالم الانترنت والعالم اللي فيش يوك كتير قوي مش حابة تخشه بس هو بالفعل تفوق ودخل وجاب نسبة متابعين ومشاهدات راهيبة بجد يعني كانت نسبة متابعته بجد فوق الخال النهاردة بإذن الله هنتكلم معاه في مواضيع خاصة الطفل والشاب والمرأة والرجل ازايك يا مولاني؟ ازايك يا أستاذ مولاني؟ ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير والله احنا كنا بنقلب كده عالتيك توك فجأة هنا لنا شيخ بيتكلم عن الدين وفجأة دخلت في العالم ده والناس حب بيتك وجبت متابعين احكي لنا كده ربنا يا كريم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا يعني انا بتشرف بوجودي مع حضرتك يا أستاذ متولي وبوجودي انا متابعينك على تيك توك اولا يعني ربنا يا كريمك يا أستاذ متولي انت حبيبي يعني ربنا يا خلي وبتشرف طبعا بوجودي في القناة الصحة والجمال ربنا يجعل من اسمها نصيب يعني يكون كل اللي عامل فهي بصحة وجمال وعلى تم صحة ان شاء الله يعني مبدئيا كده البرنامج التوك توك توك ده التيك توك التيك توك يعني حتى الاسم يا أستاذ متولي انا يعني انا بصراحة يعني دخلت فيه مجرد صدفة كده يعني طبعا انا شفت البرنامج على النت فطبعا يعني بصراحة شدني لي حملت القبلي كيش اه شدني لي ان الناس كلها بتطلع من البيوت بيقدموا يبقى رأس اه حاجات بصراحة يعني ايه يعني ما تردش ربنا سبحانه خالص ده داخلوا كل حتة في البيت داخلوا كل حتة في البيت طبعا انا يعني بصراحة جاتي الفكرة طب ليه معلش فيه ناس في البرنامج ده ممكن يبقى عاوز يسمع خير ممكن يبقى هو فيه خير بس عاوز اللي طلعوا عاوز اللي بمعنى صحة زي ما احنا بقوا كده باللغة العامية عاوز اللي ينكشوا طب وهو طبعا في نفس الوقت الشخص اللي هو بيسمع البرنامج ده يعني هو مش مهيئ انه هو يسمع حاجة عن الدين مش مهيئ انه هو يسمع حاجة قال الله وقال الله وقال رسوله منعار هو مش مهيئ اللي كده هو داخل يتفرج على حاجة معين داخل يتفرج مثلا بقى على اغاني يتفرج على رأس يتفرج على حاجة زي كده يتلعوا له الشيخ عطية فجأة طبعا يلاقينا في وشه بس احنا طبعا يعني كان مبدأنا في الموضوع ده ان احنا ازاي نوصل للشباب الشباب مثلا هو اغاني ورأسه بتاعه مش عارفه ازاي نوصل له يعني معلش هل انا مصلا هطلع زي مثلا شيوخ وبعنفه وبطريقة معينة وبتاع لا طبعا يعني انا حبيت ان اطلع بترقى سهلة جدا حبيت تجمع الشباب اللي هما بيسمعوا اغاني كتير ورأس وهرج ومرج حبيت تحطوه بكده اللي انت ازاي تصلي اللي انت ازاي تصوم ازاي تعبد ربنا وبترقى حببه في الحاجة دي يعني مش مثلا بيجبار او مثلا غزبين عنه لا ده انا كنت عاوز احببه في الموضوع ده فطبعا يعني اول طبعا ما دخلت على البرنامج طبعا كان فيه جمش شديد جدا ليه كان انت اللي جابك هنا عامل حاجة يعني مكان مش مكانك مكانك مش هنا محايتك طبعا خطيب مسجد اه يعني اه مجدك من مولانا احنا عندنا في البلد عندنا بيبقى فيه مساجد متفرقة تبنينا مولانا يعني انا مجيزة مجيزة زود داشور بادرشين جيزة تمام زود داشور بادرشين جيزة المسجد ما نقول لي بقى عندنا في المساجد في البلد مثلا اكملنا قرى كلها مسكة في بعضيها فاتلاقي مثلا مسجد هنا بتخطب مسجد هنا فمش شرط يا مسجد معين تمام فالمهم طبعا ايه جيتا ما دخلت طبعا كان فيه جمش شديد جدا ازاي طبعا يا عام لأ روح اتكلم في المسجد روح انصح في الجامع لأ انت مكانك مش هنا خالص واخد بالك فطبعا كان ردي عليهم معلش انا اروح لبتاع الجامع اقول له ايه اقول له انت ما بيصليش ليه ما هو قاعد قدامي بيصلي تمام اه يعني انت دخلت على الشباب دول اه دخلت طبعا على الشباب الاول وطبعا ايه حببناهم في ازاي تسمع ربنا وازاي تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وازاي تحب الموضوع ده وطبعا لقينا بقى تفاعل شديد لقينا بقى انساء كبيرة بتخش تتفعل معنا لقينا شيوخ بيخش ويتفعلوا لقينا فيه ناس بصراحة الموضوع يعني حبوك بقى اه يعني انا انا استغربت والله حبوك الشيخة كنتوب يعني انا استغربت والله يعني انا كتحاجم يعني يوم وليه لك كده مواغدين ايه التعصب لا ده احنا دينا دون الرحمة تب انا اقولك على حاجة يا استاذ متولي انا يعني حاجة من ضم الحاجات اللي انا كنت بتكلم فيها وكانت ناس مستغربة جدا يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في ايه بيقول كان في من كان قبلكم في الامم السابقة رجل أصرف على نفسي الله أصرف يعني بقى يا استاذ متولي تحط تحتيها حبيب ورسول الله اه أصرف على نفسي يعني تحط تحتيها الف خط الله يعني عمل كل حاجة وحش فدك أبي وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فأصرف على نفسه وفي حديث ثاني اخر بقول ولم يعمل حسنة انقط يا الله يعني بيعمل بلاوي وما يعملش ايه وما يعملش خير يعني احنا بنقول لكل المشاهدين طبعا معنا في التلفزيون يعني أكيد انت بتصلي أكيد انت بتتصدق أكيد مثلا بتعمل خير أكيد مثلا بتذكر ربنا صحيح بتتفرج على برنامج خير اهو اهو تمام فأنت أكيد جواك خير عشان الناس اللي هي بتقنط من رحمة الله عز وجل وبيقنطوا عايز برضو اقول حاجة اتفضل حينا كنا عاملين تقرير النهاردة التقرير الدوة انا نزلت بجلبية اه عن لحم ونزلت نمت في الشارع ايه يعني شفته شفته حاجة بسم الله بيعطف عليا وديني بطنية جميل عايز اقول انا عدت من الساعة واحدة بالليل لحد الساعة ستة الصبح اه ما جاهز غير ثلاثة بس من حوالي مثلا عشرين تلاتين واحد عد علي وهو اللي قالع الشجاكت هو على البطنية بس انا محبتش طلع التقرير النهاردة ليه شنهاردة معنا الشيخ عطية آآ دسوقي ان شاء الله الحلقة الجاية هتلاقوا بقى مفاجآت آآ ممكن نقول لا يتوقحها عبد الله بس انا ليه اعتبع عندك استاذ متوالي فضل طبعا سامحنا احنا طبعا يعني ايه اخوات ومنحب عندنا فاحرج كده على الهواء على طول آآ آآ انت استاذ متوالي بما بتجي تنشد الناس بتقول يا جماعة لو حد عنده بطنية قديمة لو حد عنده هدوم قديمة لا يعني هو ده طبعا صدقات وخير طبعا استاذ متوالي بس احنا عاوزين الهمة تبقى عالية عن كده ربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يعني الحاجة اللي انت بتحبها يعني مثلا استاذ متوالي انا عنده بطنيتين انا بحب البطنيتين دول يبقى طلع واحدة لله وخلي واحدة ليه ما استنشا ما تقدم استاذ متوالي الناس رأون هو بيتصدق بالسكر كتير يعني شمعنا السكر بالذات يا سيدنا عمر فقال إني أحبه الله اه يعني أنا بحب الحاجة دي يعني الحاجة اللي احنا بحبها قوي ده اللي احنا نصدق بي اه طبعا انا هستنى بقى معليش هم البطنية تقدم وجر مية هقول لا أطلحها لله بقى هي صادقة ماشي ما قلناش حاجة بس انت معليش عاوز تخش الجنة والجنة مش ببلاش طبعا عاوز مثلا يعني يتقابل ربنا سبحانه وتعالى وانت عندك كمية حسنتك كبيرة وكمية اه فربنا يجعله في ميزان حسنتك الأول ويتقبل من كل المشاهدين لا جبر الخواطر يا مولانا اه جبر الخواطر قلنا جبر الخواطر فقد اعتابي لك عتاب محب يعني انا نخدمين اي حد ترامة هيعمل حاجة لله طبعا ترامة هي هنسعد بيها حد فقير ده احنا نقبل يده ربنا اجزي خير ربنا اجزي خير نقبر قدمي كمان ربنا اجزي خير يعني نبي صلى الله عليه وسلم ده علمنا بكده هكمل لك بقى الحديث اللي حد ما اجزي بكلم فيه فيقوله النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط يعني ما عملش ولا حسنة ولا بل بالعكس ده بيعمل سيئات تمام فقال لأولاده بيوصي بقى أولاده حينما يأتيني الموت لما يجيني الموت خلاص الموت هيجي يعني ايه كل واحد وعرفيك راح بيحرج على الهواء الله واضح سمحنا لله يا سيد فبيقول نعمله صحيح لا انت باولانا لا حاضر فبيقول ايه باولانا كم فبيقول انت النجمة بتاعتك يا رب صلي على النبي محمد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فداك قلبي صلى الله عليه وسلم فداك أمي وأبي يا رسول الله حتى عشان نصلي عليه والمشاهديني صلى الله عليه كل شيء قلبي وعقلي وكل ما أملو في الدنيا صلى الله عليه وسلم يعني ده النبي الله سلام صلى الله سلام ده أحلى حاجة في العالم كل لها فالأستاذ متولي راح أليه راح نبعا سلامه 리�ه فقال هذا الرجل لاولاده إذا أنا ما مت فأحركوني يعني وإيه ولعوا فيي الله فأحركوني ثم اطحنوني آه أده يعني الرجل ده يعاوز إيه بالزبط يعني بعد ما يتولع فيي يتحرق كمان فيي آه طبعا ثم احركوني ثم زاروا نصف يا في البر ونصف يا في البح يعني رموا نصف في البر ونص فين؟ في البحر فوالله لإن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذابوا أحداً من العالمين عاماً يا مولاناً عشان يعمل كله ما هو بقولك أول الحديث لم يعمل خيراً قط خالص خالص ولا حسن كان يعني ما بلا بيتكلم أم ولا أم مباهدة للدنيا خالص ويعمل كل حاجة النبي أصنبول لم يعمل حسنة قط قط دعنا عزيزة أصلك أدي رحمة ربنا سبحانه وتعالى فالمم طبعاً إيه فطبعاً لما أتاه الموت ولده طبعاً بنفز كلام أبوه في الأمم السابق فطبعاً فعلاً حرقوا طحنوا عملوا زدئي كده ورشوا فيه في البر والبحر والحاجات دي بيحصل في الهند كلام ده؟ حالياً دلوقتي بيحصل فجاء الله عز وجل فأمر البر أن يجمع ما فيه وأمر البحر أن يجمع ما فيه سبحانك وإذا هو واقف بين يدي الله عز وجل سبحانك يا رب وإب من بين يدي الله فقال له لما فعلت ذلك؟ شو بقى رحمة ربنا سبحانه ربنا عظيم لما فعلت ذلك؟ فقال خشيتك يا رب وأنت تعالى يعني أنا خايف منك يا رب فأنا عملت كده والله أنا جمع ش سبحان الله قال لي يا رب أنا خايف منك وأنا عملت كده فقال الله عز وجل غفرت لك غفرت لك بسبب خشيتك وخوفك من مين؟ فما بالك بقى بين كلام المشاهدين طبعاً الحديث ده ميفتحناش باب الجرء على الله نحن نعص ربنا ده بل بالعكس ده بيفتح باب خلاص الموضان خلاص خمسة صبعين يوم أو تمامين يوم نستعد ده بقى على طول يا عم دلوقت نستعد ده بقى ده احنا دفين على رجب وشعبان والله أكبر دفين على رمضان طيب ناخد الفكرة التانية الفكرة التانية دي دي أسئلة الناس اللي احنا قلنا أول ما قلنا هنقول هنجيب الشيخ أعطيها دي سوقي دي الأسئلة اللي هنطول كده من أول حلقة الحمد لله والعلم ده الناس صاربت مية حلقة تانية وإن شاء الله الحلقة التانية هتكون معنا فيها طيب السؤال الأولاني في مش هنقول أسامي عشان برضو عشان دي دولة برضو ناس عايشين في بيوت وليهم أزواج وهم مش هنقولنا ما نقولش أسامي واحدة بتقول لك يا شيخ أعطيها أنا دلوقتي حصل معايا مشكلة شوفت على الفيسبوك ناس بتقول احنا الشيوخ بنعمل جلب للحبيب وسحر وأعمال وكذا 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 طلبوا مني فلوس وإديتهم بعض المبالج على التحولات المدينة التحولات هي بضفهم كاش وغيره 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 وتحول فلوس وعملوا بلوق وفي ناس تانية قدتهم فلوس قالوا لي هاتوا صور والتزوني لدرجة تانية حاولتهم فلوس تاني وفي الموضوع التاليب بتاعها برضو بتقول لك يا شيخ هل السحر أو فكه حلال أم حرام هل السحر الذي يفك السحر حلال أم حرام وهل السحر الذي بيعمل بقى بيعمل سحر وبيعمل أعمال حكمه حكم الدين علي إيه هم مجموعة أسئلة ممكن بقولهم في سؤال ممكن هم في إجابة واحدة طيب وانا يعني بالنسبة للبرنامج التكتورك برضو أستاذ بتولي أستاذ بتولي البرنامج ده عامل لقلق فعله والله يعني بصراحة أكتر ميزة فيه عجبتني إنه بقى داخل في كل حاجة تمام داخل في السحر داخل في يعني بمعنى صاحب إنت عاوز تقول للشباب أنا هو تعالى تمام بكلمك في الرحمة وبكلمك في الدين وبكلمك في مشاكلك وبكلمك حتى إحنا جدنا في مطرة كده عملنا حلقات عن الحضر ناخد إجابات بقى إجاباتنا مولانا فضل السؤال ردا على السؤال ده في مشاوزين وفي نصابين وفي دجلين كتير جدا تمام جدا يعني فوق ما تتخلص أستاذ متولد يعني الموضوع بقى أصبح لدرجة إنه هو بقى أصبح ظاهرة مخيف إن واحد معلش تسمحني بيتكلم في حاجات غيبية ما حدش يعرفه يعني أنا دوقت ما أقولك أنت عندك كذا وعندك كذا أو أنت هتقول لي لأ هتقول لي لأ زي ما أنت ما تعرفش فأنا بكلمك في حاجات غيبية غير مثلا ما أقولك أنت عندك مثلا مرض مثلا فيروس كذا ينفع تكدبني تروح لتعمل تحليل وتعمل حاجات يا أنت شايف المشاوزين اللي هم على الفيسبوك وعلى المواقع التواصل الاجتماعي اللي هم بيهرودوا أعمال بيهرودوا يقولك إحنا بجعمل جلب الحبيب بنعمل كذا السحر حقيقة أم خيالي ألا السحر حقيقة ده ذكر في القرآن السحر موجود في القرآن والحسد موجود في القرآن والمس موجود في القرآن بس إحنا نحن نتكلم في نقطة النصب عن الناس والضحكة عن الناس رقم واحد إزاي يعرفين ده يددجال أو نصاب إزاي بقى عايز بقى لحتة دي رقم واحد أول ما يقول لي ايه بعد فلوس ايه بعد فلوس حاولي طبعا فلوس دي طبعا مفروغ من أي حد يقول لك فلوس هتعرف أنه نصاب تمام رقم واحد أول ما يقول لك أمك اسمه هي تمام يبقى دي علامة تبينك تبين لك أن ده فلان ده نصاب ممكن نقول لك حاجة اتفضل فيه ناس أنا مش همفع أذكر اسم المزيع بس أنا هقول لك فيه مزيع بيطلع بس مباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب كل يوم الساعة تنين ونصف الساعة تسعة يطلع جايب معاه شيخة بدون ذكر اسمها طبعا شيخة دي بتطلع هم اللي اتنين بيعودوا ده مزيع كبير بقاله أكتر من بقاله أكتر من 35 سنة مزيع في قنوات إقليمية يطلع أقول لك معنا شيخة ندا فهمني وبيقول يعني بيقول كلم صعبة جدا وانا من هنا بقول له اللي ما تقبلوش على أهل بيتك ما تقبلوش على نفسك وعيب اللي انت بتقوله ده عشان ده حرام وانت كده بتقنع الناس كمنصة إعلامية على اليوتيوب وانت بتقول شيخة ندا عملت سحر الشيخة ندا عملت كذا ولا في سحر ولا في مصحور بس احنا بنوهم نفسينا طمام انت كلامك مزبوط بس في نقطة برضو عزينا وضحها ازاي يعرف ان الشخص ده دجال أو نصات مهمة جدا ازاي يعرف ان الشخص ده هو اللي بيتكلمني هل ده فعلا راجل بيرقل الله عز وجل وراجل بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى وراجل بيرعى ربنا سبحانه وتعالى ولا العملية كلها نصب في نصب وعملية فلوس ازاي يعرف رقم واحد زي ما قلنا انه هو يسأل عن ايه عن اسم الأم تمام ده لازم المشاهدين يبقى فهمي الحاجات دي انه هو بيسأل عن اسم الأم رقم اتنين ان يقول الست اللي هي بتسأله في مشكلة تخص الماس الماس او السحر او الحسد يقولها تب تعليلي ارقيقي وكل وحديها الله تكون ليه لوحديها طب اقول لك الكارسة لازم لكون معامحة اقول لك الكارسة اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله وانا على هو هو بقولها والله الذي لا إله إلا هو انا معايا نصايب ناس بعتهالي بتقول لي اغيسونا 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 ده هو بيعمل اعلان ممون لو لقيتوا اي شيخ بيعمل اعلان ممون اعرفوا اللي الشيخ ده نصاب بيخليكوا عاملين لايف انتو اللي اتنين مع بعض ويقول لي كان هاقرأ عليكو القرآن بس الاسف البنت بتبقى متخيلة متخيلة دبما فيه استغلال سيء متخيلة اللي هي هتطلع الجن اللي عليها وبتقلع ساعة كلنا ده ممكن في الحالات دي بيستغل البنت استغلال ازاي ان مثلا يقول لها خلاص تعرف ان هموت وقول اسمه بس مش هقدر لا 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 انا في واحد اقسم بالله الدكتور عمر الليسي الله يباريك له يا رب جاب واحد من دم الدجالين دول قال له انت دجال ومش اعوذ قال له لا انا فكت حاجات من قبور ومن كذا وصورت في قبور قال له لا انت دجال وده بلغ للناب العيام وكان على الهوى المفترض الدول اصلا بس الناس بتسمع كلامه الحد المفترض الدولة بتاخد اجراءات قانونية في الموضوع ده لازم يبقى في حزم لازم اي واحد تعرف ان هو نصاب او دجال او بيضحك عن الناس لان المشكلة في ايه استاذ متولي ان هو الاول بيخش عن طريق العطيفة بنسبة للنساء فطبعا ايه تعالي ورقيك ومش عارف ايه وتخش معاه في القصة دي بعد كده يطلب منها في الوز بعد كده ممكن يكتب عليها ويهددها بعد كده ممكن يمضيها على شكات يعني مسلا يكتب عليها لا يكتب عليها يتجوزها حتى لو هيا متجوزها هيقول لها ايه هو بقى عاوز يخدم ربنا سبحانه وتعالى وهو مش مشي صح يقول لها مثلا انت دخلتنا في قصة تانية استاذ وتار يقول لها مثلا انت عندك مثلا حاجة سفلية العمل السفلي عمل السفلي وفي عمل تاني بيقوله عليه برضو اسمه العمل اسود اه بيركز على حيثة موضوع العمل السفلي فيقول لها السفلي ما يتحلش اللي بي ايه بالمعاشر الزفلي اه فلازم ان يبقى فيه معاشر فانتجوز ويدخلها في قصة تانية في الناس بتكتف تناب ايد ورجل وتلمون في البحر حعايشين طبعا ده كل المخلفات وفي الناس بتخش الكبور بتحط سحر كل ده ستير يا رب ده استاذ متولي الموضوع ده بقى حاجة صعب احنا بننبه عن نساء اهوت وكل الناس اي حد يقولك تعالي ارقيكي تعالي اقرأ عليكي تعالي كذا والوحديكي تعرفين ده دايما ايه ده انا الصوب ده على طول لازم ان يكون معاكي محرم لازم ان يكون محرم احنا بننكرش وممكن برضو بص يا شيخ انا من وجهة نظري من وجهة نظري ومحدش يعترضني فيها انا هنسيتل عليها حاجة طب عليك بالصلاة والصوب تمام بس اصلي واسوب ما هو ربنا هو اللي خلينا هو اللي يقدر يشيره عندنا يا استاذ متولي عندنا الروك الشرعية الله الروك الشرعية ان انا يعني ارق نفسي ان انا عامل ايه اروح ضمي ايه ده الاتنين كده اه عرفيك احنا بنتكلم ببسطة جدا زي ما بنتكلم على البرنامي بتاع التيك توك عشان ما حدش بس تمام اروح ضمي ايديه كده تمام تمام وانفس فيهم يعني ما تفش يعني انفس لو انا حطيت ايديه كده يا استاذ متولي هيطلع هوا هيطلع هوا الهوا ده انفس فيه اعم كده اه من غير التاف وكبية مية برضه اه لو هتكرأ على مية واقرأ كله والله واحد وقول اعوذوا رب الفلك وقول اعوذوا رب الناس تمام وامسح جسم كله تمام ده كده رقية صدق بالله لا اله والله لو اختسلت وتودت وصلت وركعت لرب العالمين وقالت ليا رب لو فيها التكرب الى الله جميع ولو فيها ظرم الظرة البس او حسد او اي حد عن اي حاجة يا رب فك علي يا رب انا امتك بنت امتك ناصرتي بيدك راضي فيها حكم طب كويس خلاص الموضوع امتك كويسة سيد متولي انت فكرت ان الحاجة كويسة طب احنا هنقول دلوقتي حاجة برضو بيحس الفائدة تعم لو واحد حاس ان هو محسود او عنده مس او عنده سحر لا ايه العلاج يعني مثلا واحد فعلا طب الاول هنقول ايه هو السحر او ايه هو مثلا حسن او ايه الحاجة دي ايه هو السحر يا مولان طب ماشا السحر يا سيد متولي اللي هو تغيير افعال واقوال تغيير افعال واقوال من غير انذار تمام ولا ازباد يعني مثلا هندي مثلا نوضح اكتر انا مثلا بتصل بالبيت ههوت زوجتي عاملة ايه اخبارك ايه مش عارف ايه وبتاع وبتطمن عليه بتطمن على زواج الاتنين اسلام الجواز الاتنين طب انا نزعل مننا ولسي متولي بل حاجة متولي زوجه الاربع لا انت جد زعل تطمن لزوجه واحدة خلاص حاضر يعني ستات ما يزعلوش يتزوج واحدة الستات ما يخافوش اتنين انا مطارب بطراحة يعني الستات ما يخافوش على ازواقهم وبتاع ان شاء الله دينا تمام بسم الله وان شاء الله لعبة حظة طب طب فالموم طبعا بيتصل على زوجته ويتطمن عليه عاملة ايه اخبارك ايه طب انا جاي في الطرق اهوت يعني طبع جدا مفيش حاجة خالص يخش البيت يلاقي الدنيا تقلبت تمام مش طيق بصفوش اعملوا مش طابعا ويقول لي السؤال كنت عامل مشكلة في شغلي وكنت في المملكة العبادة السعودية وإدوني نهائي عشان كنت عملت مشكلة مع زميل ليه ونمت مبكيا لانني يعني هو حاج وعمل عمرة ومظهرش بيت النبي صلى الله عليه وسلم فبكى في الليلة دي بكى عليها موكأ شديد فجاله النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة نور وقال له من أحب لقائي أحبيت لقائه فجي الشغل اداله يعني اداله انزار وودان مدينة فزار بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لك يا شيخ هو الحلم ده حقيقي ولا يعني طلحتنا بالمس والحسد دخلتنا في الإقلام احنا عايزين نعرف الحلم ده عبره عنه بص يا سيد متولي صلى عنك الحلم ده لأنا حلمته تمام أولا لازم نفرق مش كل حاجة نشوفها في المنام قبل الفجر تمام ايدا كويس قبل الفجر يا مولانا مش لازم نفرق مش كل حاجة نشوفها في المنام تبقى رؤية صالحة اقولك ده بكى وينام قبل الفجر انا هتديك قعدة انا هتديك قعدة تمشي عليها فضل هتزبط لك الدنيا عزين نقول للناس اللي بتحلم بقبل الفجر حلمهم يتبقى ايه مش بقولك طلحتنا بالمس والحسد دخلتنا في الماشا سيد متولي وراح اي حاجة بشوفها في المنام ما بتطلحش بره الثلاث حاجات دول بره الثلاث حاجات رقم واحد الرؤية تمام والرؤية دي مبشرة من الله عز وجل الله عز وجل يعني واحد يشوف نفسه بيحج واحد بيشوف نفسه بيصلي واحد بيشوف نفسه بيأزن يعني واحد بيعمل عمل خير دروق دي ربنا سبحانه تعالى بيبشروا وفي الدنيا بيبشروا ان هو راجل كويس وراجل صالح شعروا قبل ما يموت ابنه بيقولك قبل ما يموت بدقائق كده بص كده وبص فوق قال كل دا لي يا رب يا رب كل دا لي ستنا ملق ستنا كذا ستنا زينب سيدنا كذا وكذا يا رب كتير عليك الكلام ده فمات بساعتها يا رب يحسن ختمنا يا رب يحسن ختمنا فهو احنا ورناك القسم الاول اللي هو ايه الرؤية الصالح دي بتبقى من الله عز وجل رقم اتنين الحلم الحلم ده بيبقى عمام بيبقى من الشطان ان واحد يشوف دربة كونار وفزع واحد يشوف مثلا زوجته بتخونه واحد يشوف واحدة تشوف زوجها بيخونها يبقى هو الشطان عايز يوقع بينهم بس بيدخلها عن طريق ايه الحلم اه ده انا شفت في المنام هو بيخون بيبقى هو اكيد بيخون ده مش عارف لا ده هي ستة شفتها في المنام حل شعره ومشى في الطريق بقى كده مش عارف فيها كده بتعمل كذا ويوقع بينهم يبقى رقم اتنين الحلم وده بيقى من الشطان رقم 3 يا ستة وتولي حديث النفس يعني ايه حديث النفس يعني انا دهوقتي مبارونا احنا هايزين حلقة ثانية يا سيدنا ربيص لحلنا وحال لا تستجلمك الله وعكب ربنا يا كريم وهو احنا وصلنا للشباب عن طريق عايزين بقى اخر حاجة بقى عايزين نقول طيب اقول حديث النفس طيب عشان يبقى خطر احنا فضلا دقيقة بس طيب عايزين نقول حاجة اخر دقيقة بس طيب قول لكل البنات والشباب والناس اللي هم بقى في اعلان شبابهم ما بيصلوش وفي ناس عندهم 80 سنة و70 سنة وبيرقعوا بيبوا تعبانين عشان يرقعوا لله عز وجل لهم رسالة كده مختصة لمدة 30 سنة أو 30 سنة طيب مبدئين كده الصالة دي يعني احنا بنمثل العمال الصالحة بنتبقى احبال بينك وبالربنا سبحانه وتعالى فانت معلش جيت على حبل صلة الرحم وروح تقطعه يعني ما بتصلتش الرحم جيت على حبل الصدقات والانفاق في سبيل الله وروح تقطعه ما بتطلعش لله جيت على حبل الاستغفار والذكر وروح تقطعه مشكرك يا مولانا ملجيش على حبل الصلاة عادي ما نقفل عايز كل اللي شايفنا يصلى على حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكرك يا مولانا حلقة جاء انت معانا حلقة جاء انت معانا وفيه مفجئات مشاولة ان شاء الله في الحلقة الثانية تزارونا الأربع القادم إن شاء الله الساعة العاشرة والنص صباحا للموا عليكم